شراء مياه الشرب من الصهاريج المتجولة هنا في مدينة الحسكة شمال سوريا هم آخر يضاف إلى معاناة عبد خلال سنوات النزاع فامدادات المياه التي تصل إلى عائلته عبر الخطوط الرئيسية مخطوعة تماما وعليهم ترشيد استهلاك مياه الخزانات التي يعبئها مرتين أسبوعية المعاناة اللي هاي شفتها هل عبينا الصهاريج صارنا احنا 8 شرعة من التعرض لها المياه عم نعبي من الصهاريج مجهولة المصدر مياه غير آمنة غير صحية عم نستعملها بجباري شهرية ما يعادل 50 دولار عم نعبي مياه زيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف فاقم من معاناة عبد وغيره من السكان خاصة إنهم يواجهون صعوبة في تعبئة خزاناتهم من الصهاريج المتجولة فمنسوب المياه الجوفية في آبار منطقة الحمة بات انخفض بشكل ملحوظ جايني مشهده بمسافة شي مية مية وعشرة كيلومتر من شي ثلاث سنين كنا نعبي هين الحوت من الصاريج هذا عشر دقائق اليوم صار ليسا جوال منهش ساعة ساعة وشوي يعني بصفية بده يجوز يأكل ثلاث ساعات أربع ساعات ولسا بأبار كثير جاعد الجف الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا تتهم التركية بقطع إمدادات المياه من محطة علوك التي تغذي عدة مدن شمالي البلاد بالإضافة إلى نحو مائة وخمسين قرية وأربعة مخيمات للنازحين مدن الحسكة والهول وتل تمر والشداد تحتاج إلى مائة وخمسة وثلاثين ألف متر مكعب من المياه يوميا ويبلغ عدد المتضررين جراء قطع الإمدادات إلى مليون ومائتي ألف شخص في المقابل تنفي تركيا قطع إمدادات المياه في ظل اتهمات متبادلة بين الجانبين بخرق اتفاق مقايضة المياه بالكهرباء بين مدن الجزيرة السورية فحسب التفاهمات الروسية التركية يتوجب على الفصائل المحلية الموالية لأنقرة ضخ كمية كافية من المياه إلى منطقة الحسكة شريطة أن تزود الإدارة الذاتية مدينتي رأس العين وتل أبيض بالطاقة الكهربائية الأمم المتحدة تطالب أطراف النزاع في سوريا بضرورة تحييد إمدادات المياه عن النزاعات السياسية والعسكرية وضمان وصولها إلى المدنيين فالأمراض المنقولة بالمياه كالكوليرا والتيفوئيد والالتهابات المعوية تهدد حياة الآلاف في هذه المناطق هيبا رثمان الحرة من الحسكة الشمال السورية